موسيقى السلام عليكم البنات كتيري لبس عليكم بسمنا تكونوا بي خير على خير في احسن الاحوال ان شاء الله اول شي نريد ان نحب بكم في القناة ديالي ومتمنى ان شاء الله تستفدوا معي وتتعلموا معي شي حاجة اللي تفيدكم في الحياة ديالكم المهم القناة ديالي متخصف في الراندة والخياطة والطرز والتنباس ومهم الأعمال يدوية والدرس ديال اليوم سيكون أول درس تعليمي في القناة ديالي اللي هو درس الأساسي ومتخص في الراندة الملاقية ديال الراندة اللي ليس تعبش الملاقية هالولا عمره لا تستيعلم الراندة المهم هي نحتاجه بشغال اللي نبدوها الدرس محتاجه اشطرف اليد توب كيف تشاهدوا طرفة صغار قنشدوهم نبلوهم من الجناب هالشكل الخيطة هذي دقا قدوم دقا نحتاج الفنات بحل هادو بشتبتو توب محتاج البرد يالراندة نحتاج الحرير مبروم على 3 شعرات سوف نبدأ نتبسوا 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 نضغط الحليل المبرون نضغط الحليل المبرون نضغط الحليل المبرون نضغط الحليل المبرون نضغط الحليل و نضغط الحليل المبرون نضغط الحليل المبرون نضغط الحليل المبرون 우리� class debate درزي لنبدأ ندخل البرام نقشم البرام من القيام درزي لشكل عقد نقوم بالجهة المقابلة نقوم بالضرب أخرى في التوب هذه هي الملاقية التي نقولها الملاقية الزير ندخل دائرة مرانة ندخل دائرة مرانة ندخل دائرة بداخل دائرة نجراء نجر الى خدمة نتقونه وضربات في التوب لا تكونوا بالباعدين نضربات مقاربين تضربات مزيانة ونقيد نضربات في التوب ندخلوا في المرأة ونضعوا من الدائرة نجعل طب مصر نض mile نضغط مصر نضغط مصر نضغط مصر اضع الحرار على التصوب لكي يجب عليكم الخدمة سهلة جدا هذه المراقية سنقوم بمراقية سنقوم بتأكد انواع المراقية نحن نعرف كيف تتخدمي وعبارك في عدك ندخل الخيط وسط الدائرة ندرس عقدة نقشير الخيط ندرس دائرة الحرير ندرس عقدة ندرس عقدة نفتح ندرس عقدة لسخبني غالس في الطالة حجوب صغيره حجوب صغيره حجوب صغيره سهلة جداً نضيف الدائرة نضيف الدائرة نضيف الدائرة أنجر نضيف الدائرة نضيف الدائرة نضيف الدائرة المحرير يجب أن تقوم بتقديم المحرير كانت الزقناة بفتن الخيط ايضا ماذا تبعي ان تكون حماية القيام سوف نتفن الخيط لا يوجد كثير من العقادية لا يوجد كثير من العقادية ولا يوجد كثير من المصح بسم الله نصلت لكم علومة وقدرت نفهمكم نفهم باش يبن لكم مزيان درشا شوية اللي تلازها باش يبن باش يبن لكم كيف ندفنوا ونبدأوا بداية جديدة نجيبو الخيط هكا نخشيوه في التوب اللي مقابل بحلا غادي نخدموها ديك العقدة ولكن ما نخدموهاش نخشيو البراء من هنا ونخرجوها نخدو واحد المسافة ونخرجوها قدامنا نخدو خايد اخر سنركبوه في البراء بنفس الطريقة نخشينا الخيط اللي بدنا ندفنه ونديرو عقدة ثاني بحل الطريقة اللي بدنا فيها في الأول نخدموه عادي كيف ضغنا في الأول نخدموه فوق ديك الخيط اللي هو بدفن في التوب باش نضمنو انه ما يتسربش لينا ولا يتقطع وتمشي لنا قاع الخيط ماديانة تمشي لنا هاكاك حاجة اللي ما ما دكتشاش ليكم داروري يخصتكم تكون عندكم بحلقة المخيطة لش تخدموه خاص صعي بخدمة نتعملوه مزيان بتتقلوها اشكسبت لكم بزيان براوات وتتوب نستعملوه في الطريقة نستعملوه في الطريقة حاجة سعيدة. تقوم بقوضة عادية نسكن يصلون حتى الخيط لي دفننا. تقوم بقوضة عادية نسكن. تقوم بقوضة عادية نسكن. تقوم بقوضة عادية نسكن. المنقية من فوق ومن فتحت المنقية من الملاقيات سوف نضيف الملاقية الثانية سوف نضيف الملاقية الثانية سوف نضيف الملاقية الثانية سوف نضيف الملاقية الثانية كنجيو هنا الوسط كنديرو عوينا الوسط هاي شو كلك نشوف دا ايمن كنعونو ذات السبع الليش اللي تنشدو هنا مثل انتبتش بالبراوات كنشدو يديا هاي عوينا الوسط دقاءة الزحس دقاءة الفوق اللي كنكونوا نازلين نديروا ضربة الوسط هاي نتشوف كيفاش نجيعوين هاي دائما كان بعيدو شطر باتليفتوب خسيلة في الملاقية الأول و الثاني حتى نضيف الملاقية الأولا حتى نضيف الملاقية الأول نضيف الملاقية الأول أمام المقيد الأخرى سيأتي ساعدتها في ناحية حسب إحساب ماذا يريدون سيقوم بالأساسية الأولية من الوثياء إذا أعلمت هذا الدم سوف أتعلمتها ستعليم الوثياء لأنك ستتعلم الوثياء قبل أن تتعلم الوثياء مرحبا الثاني ها هي الوزط الولي هي دائرة الوزط الجدامكوم وطلقونو مزيز علي الثاني تكونوا نازدين تدري دائرة دائرة وسخرج براموس منها وطلقوا العقدة هنا هي الوزط نضع عين من الفوق نضع عين من الفوق نضع دائرة ثانية نضع عين من الوسط نضع عين من الوسط نضع عين منる دائرة ثانية نضع عين! مينوز تغيير نضيف دائرة نضيف دائرة نخرجه إلى الناس منها نجرب الثان نضيف الدائرة نضيف دائرة 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 شكرا 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 نركب خيط آخر نضيف العقدة فوق البلاثة من خلط الخيط اللي سالة نضيفه 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 ترجمة نانسي قنقر 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 العين. طالعين كنديرو العين. انا كرخب شوية الخيط. ما برش بعد ليكم العوين. كن مزيّرش. هاي العوين. كتري دائرة. هاي بالخيط. كنت اخذ البروز منها. نبقى شديد سوب الشباب اللي يكون لفظمك كيف نخدم العوينة. هاي عمنات خليل مزيّر الخيط. نبقى مزيّر الخيط. نبقى خديمها كبيرا. نبقى سين جر. سينزيّر. نضرب في الجو في الأفضل نضرب في الهيد من الوسط نضرب من الساحس ونضرب الوسط نضرب الفوق يجب أن ننسى المفعل في قدر الوسط ونضرب الوسط من المفعل أن تنسى المفعل نضرب مفعل الساحس المفعل الساحس ندخل الى دائرة و ندخل الى الوسط لكي تجد العقدة الخرى نزيروش بزافة الى الوسط لكي تبليكم العقدة لكي تبليكم العين نتمنى لكي تبليكم بزيان و اي واحدة عندها شي سؤال نضحوا في التعاليق و نجاوبها و لا اني محتاج لشي برص نحطولها في اليووتوب نضحوا في التعاليق نضحوا في التعاليق و نضحوا في التعاليق و خفاف نقوم بفرق نقوم بفرق بفرق نقوم بفرق بفرق نقوم بفرق التوب بوجود نقوم بفرق التوب نعم anyway الوسط طرفه في التشوب عي الوسط طائم كنت خليف التائرة كنت خليف عي البرى الوسط وش عقدية يمكن تريب حل العقدة سواء في التشوب سواء من الوسط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كبسة من حدمة يديك. نستمر الثاني نكمل الخيط و ندفنه كما شرحت لكم قبيلة. نستمر الثاني نقوم باستخدام لكي نقوم باستخدام لكي نقوم باستخدام لكي نظام لكي نقوم باستخدام اللغة. وانا مش نشش تشوب البراوز ولكن مضطرة باش يبال لكم الخدمة مزيان مزيان اطلبك لأي وانا مش نشن الأن مزيان الأن وانا نشتح نضيف الخط أخر جديد اضع المزيد من خيط اضع المزيد من الخيط نحن اضع المزيد من خيط براجة اضع المزيد من خيط اشتركوا في القناة 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 تتعرف أنه مكتب موضج ولا يعلق عليها في ليبيا استقليدي المغربي وصلنا إلى الخيط اللي كنا ندحنا نقطعه لكي نأكد على هذه الفكرة نضغط الخيط اللي يوجد على خيط اللي يوجد وصلنا إلى الخيط نضغط الخيط اللي يوجد حيث مستمر جدا نضغط الخيط كما ترى أنه لا تفنحك نتمنى أن تكون مستفدتوا معي وأي سؤال مرحبا بكم خليه لي في التعاليق ها أنتم الأخوات كيف يجي واد المناقية سوف أريكم بثلاثة كيف ترون الفرق بيناتهم ها أنتم يجي وزوين وعنيقين لبسة ترجع بهم فطان ولا جلابة ولا تكشيطة ولا قندورة وين كتستفدي منها نتمنى أن تكونوا استفدتم معي من هذه الطازة اليوم نتمنى أنكم استفدتم معي بثاف من الطازة الي المناقية نتمنى أن تتابعوا معي الدروس جين سيكونوا دروس فرندا في الدرس في الكروشي في الدرس في التنباس شكرا لكم لا تنسوا تشاركوا معي في القناة بيش توصلوا من جديد ديالي وغلي وليات علاقات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر